السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل إن شاء الله تعالى شرح استلام حدادة الأعمدة نرجو ممن لم يشترك بالقناة أن يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس وصلنا إلى المسافة بين الكانات عند التكثيف نلاحظ المسافة بين الكانات تحدثنا في الدرس السابق عن طول مسافة التكثيف يعني المسافة من أسفل العمود إلى مثلا نصفه إلى هنا ومن أعلى العمود إلى هنا هذه مسافة التكثيف لكن الآن نريد أن نحدد المسافة بين الكانات في أعلى وأسفل العمود عند منطقة التكثيف التي نراها في الصورة عند النقطتين الصفر المسافة بين الكانات هي عبارة عن إحدى هذه الحالات الثلاث عرض العمود تقسيم 2 نأخذ عرض العمود تقسيم 2 أو قطر الكانات المستخدمة ضرب 24 أو قطر سيخ التسليح الرأسي للعمود ضرب 8 العدد الأصغر من هذه الحالات الثلاث يكون هو المسافة بين الكانات عند التكثيف هنا شرح عن الموضوع مع أخذ مثال سأضعه لكم لمن يريد أن يقرأ الآن ينبغي أن لا يقل عدد الكانات في منتصف العمود عن 5 كانات بالمتر نلاحظ هنا في منتصف العمود هنا لا يوجد تكثيف للكانات لكن ينبغي أن لا يقل عدد الكانات في هذه المنطقة عن 5 كانات في المتر الواحد طبعا ينبغي أن تكون الكانات أفقية تماما لا يسمح أن تكون الكانات مائلة نلاحظ هذه تسمى قفل الكانة أقفال الكانات توزع بالتبادل نلاحظ في هذه الصورة على مستوى واحد القفل موضوع من اليمين أو قفل الكانة موضوع من مستوى واحد في اليسار على المستوى الذي أعلى منه القفل كان موضوع عند رقم 2 في اليمين بينما عن المستوى الثالث القفل على جهة اليسار المستوى الرابع الأعلى القفل كان موضوع بجهة اليمين وهكذا مرة يمين مرة يسار مرة يمين مرة يسار طبعا لماذا يتم وضع القفل الكانة بالتبادل لأن منطقة قناة تعتبر منطقة ضعف فلو وضعنا قفل الكانة كلها على جهة واحدة فإننا بذلك نضع الضعف كله بجهة واحدة وهذا خلل طبعا هذا الضعف متى يعني يظهر يظهر عند حدوث الزلازل بشكل خاص نلاحظ في هذه الصورة أقفال الكانات موضوعة على جهة واحدة وهذا غير جيد طبعا مسافة اشتراك قفل الكانة لا تقل عن 12 ضرب قطر الكانة يعني لنقول أن قطر الكانة 8 ملي نضرب 8 ملي بـ 12 الرقم الذي يظهر معنا ينبغي أن لا تقل مسافة اشتراك قفل الكانة عن هذا العدد هذه هي مسافة اشتراك قفل الكانة الموجودة عند الدوائر البيضاء المسافة بين السياخ حديد العمود توزع بالتساوي ولا تزيد عن 15 سنطي بمعنى أن المسافة بين السيخ والسيخ لا تزيد عن 15 سنطي وتكون كلها متساوية A equal B equal C equal D المسافة بين الأسياخ أيضا لا تقل عن 2.5 سنطي أو قطر أكبر سيخ من السياخ حديد التسليح العمود أو قطر أكبر حبة حصى زائد 5 ملي متر نلاحظ هنا بهذه الصورة الكانات تكون متلاسقة مع حديد العمود الرأسي فيكون الحديد بزاوية الكانة تماما وليس بعيدا عنها يعني لاسق بها طبعا يتم تربيط مناطق تقاطع الحديد الرأسي والكانات بأسلاك التربيط وسلك التربيط الزائد يقص لماذا نقصه؟ لأن سلك التربيط هو من معدن أو حديد إذا تعرض سلك التربيط الزائد ووصل بعد الصب يعني كان طول التشريك طويل وخرج من الخشب فيظهر من العمود بعد الصب فإذا تعرض للمياه أو الهواء يصدق فينتقل هذا الصدق لداخل السلك التربيط الموصول بالحديد فيوصل الصدق للحديد وحتى نمنع هذا وإذا صدق الحديد يسبب شروخ للعمود فحتى نمنع هذا يتم قص الزائد من سلك التربيط سلك التربيط أيضا ينبغي أن يكون خالي من الصدق والزيوت وغيرها من الأشياء التي تمنع الترابط بين الخلسانة وبين سلك التربيط والحديد كذلك حديد العمود المستخدم ينبغي أن يكون خالي من الصدق والطلاء والأتربة وذلك لأن الطلاء والأتربة إذا كانت موجودة على سلك التربيط تمنع من التصاق الحديد مع الخرسانة أو على الأقل تخفف من التصاق الحديد بالخرسانة لذلك ينبغي أن تكون حديد التسليح وسلك التربيط والكانات نظيفة تماما هنا أشائر العمود تنظف من المونة الإسمنتية باستخدام الفرشات المعدنية نلاحظ هنا هذا أشائر العمود موضوع يعني يوجد عليه مونة إسمنتية قبل إغلاق العمود بالنجارة ينبغي تنظيف أشائر العمود لماذا؟ كما ذكرنا سابقا لحتى يلتسق الخرسانة العمود مع حديد التسليح بعد الصب نذكركم أحب بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وإن شاء الله في درس سابق نراكم قادما ودمتم في أمان الله